الساعة خير وأهلا وسهلا بكل أهلوية من النهاردة من النهاردة بدأنا ومحدش هيقدر يوقفنا النهاردة الأهلي بيرجع مرة تانية للتدريبات استعدادا بقى لقلاص أيام قليلة جدا بتفصيلنا عن بداية الموسم والحقيقة بمناسبة بداية الموسم أنا نهاردة حابب أبدأ الحلقة برسالة الجماهير النادي الأهلي وقبل ما أبتدي رسالة أو أقول إيه هي الرسالة مهمة جدا أنا بفرق الحقيقة أنا بفصل بالنسبة لي الجمهور نوعين إما مشجع عادي وده اللي دايما فرحان مع الفرحة زعلان وقت الخسارة بيهجم ويكسر ويهد المعبد على اللي فيه وده لسه يمكن تقدر تقول بيمر بمرحلة مراهقة كروية ما فهمش يعني إيه كلمة جمهور أو كلمة عاشق أو كلمة منتامي للنادي الأهلي طول عمرنا طول عمرنا ما بنشجعش أسماء ما بنشجعش إدارات بنشجع حاجة اسمها النادي الأهلي وبنقف معه دايما على الحلوة وعالمر أسماء عظيمة جدا تولت المسؤولية عبد صلاح الوحش صلاح سليم حسن حمدي محمود طاهر وصولا لكابتن محمود الخطيب ومن قبلهم طبعا أنا بقول على سبيل المثال مش على سبيل الحصف وعلى سبيل الناس اللي أنا عشتهم وشفت الأهلي بيكبر معهم واسمه الأهلي بيكبر معهم إزاي وعن النجوم اللي لبس تيشرت النادي الأهلي واللي حبناهم وعشناهم وزعلنا وتأثرنا وحزننا يوم ما قرروا أنهم يبعدوا عن المستطيل أخدر حدث ولا حرج أهم وأعظم الأسماء اللي جات في تاريخ الكرة المصرية لبس تيشرت النادي الأهلي وما توقفش حبنا ولا انتماءنا ولا مسندتنا ولا دعمنا للأهلي في لحظات الشدة قبل لحظات الفرحة والفوز والنصر في لحظة من لحظات فهنا الحقيقة أنا بقول وأبتدي حلقة النهاردة وأبتدي رسالتي وأقول إنه للضغط حدود مهم جداً الرسالة دي توصل أرجوكم وأنا بكلم هنا الجمهور العاشق والمنتمي واللي بيحب النادي الأهلي يوقف في ظهره على طول الخط احذر فإنه يتم شحنك أنا بقول لحقيقة وإحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم يعني لسه ما لعبناش أول ماتش في الموسم مهم جداً تبقى الأمور واضحة والحدود والفواصل أوضح مين بيحاسب مين يعني في زمن السوشال ميديا لازم حضرتك تسأل نفسك مين بيحاسب مين لما نيجي نتكلم على الأصوات أو الناس اللي بتهجم النادي الأهلي عمال على بطال لازم نفهم كويس قوي هم مين لأن هم في النهاية مش طرف واحد هم أطراف متعددة بتحركهم أهداف ومصالح مختلفة يعني لما يحصل ده من أندية أو من أصوات بتمثل أندية منافسة ممكن يبقى طبيعي وأنا شخصياً ما لقش ولا خف منه على جمهور النادي الأهلي مفهوم إيه ده وفعه مفهوم إيه أهدافه وتأثيره تقريباً بالنسبة لنا بيكون شبه من عادة لما يحصل ده من أصوات كانت في يوم الأيام بتنتمي للنادي الأهلي وبتمثل النادي الأهلي وعرف قيمة النادي الأهلي فممكن بالنسبة لي أنا ومن وجهة نظري تبقى الحسابات اختلفت ليهم منطقهم وليهم أسبابهم وليهم دوافعهم في النهاية دي حاجة تتحسب عليهم ما تحسبش ليهم وفي النهاية الأهلي عمره ما هيتأصر الأهلي بيكبر يمكن هم اللي أسماءهم تتراجع يمكن هم اللي رصيدهم يقل لكن في النهاية الناس لها حساباتهم من الواضح جداً أن القصة قصة تصفية حسابات قصة انتقام قصة أن أنا مخدتش جزء أو ما كانش لي دور فبالتالي أدور على دور برة ودول برضو ما بقلقاش منهم اللي بقلق منهم جداً جداً بالذات على السوشال ميديا هي الناس اللي بتدعي أنها بتنتمي لنادي الأهلي الصفحات اللي بتكلم على أنها بتمثل نادي الأهلي أو بتخاطب جمهور نادي الأهلي أو القنوات اللي على يوتيوب اللي بتقول أن احنا أهلوية وبندور على مصطحة الأهلي مين قدى الناس دي الحق في أن هم يحزبوا ويتهموا ويكونوا قضاء ويصدروا يعني أوامر في بعض الأوقات أو يصدروا أحكام في أوقات تانية على النادي الأهلي مين قدى الناس دي الحق أضايا كتير جداً أثيرت في الفترة الأخيرة بداية أو ابتدى المسلسل من بداية الفترة اللي كان فيها كلام على تعاقد النادي الأهلي مع مدير فن جديد وصولاً ومروراً أو مروراً لأول بأسماء الصفقات وعددها لغاية النهاردة فيه ناس بتهاجم النادي الأهلي أنه عملش الصفقات الكافية اللي تنفع النادي الأهلي قبل ما الموسم يبدأ وده اللي أنا مش قادر أفهمه قبل ما الموسم يبدأ الصفقات الكافية اللي تدعم بها الفريق وصولاً حتى القضية يمكن تكون مش يعني مش مش عايز أقول مش مهمة لكنها في النهاية قضية مش بنفس الحجم اللي يحتمل هذا الكم من الهجوم على قدارة النادي الأهلي وهي صورة عبسية الحقيقة قضية التيشرت تحت النادي الأهلي الجديدة وشعار النادي الأهلي لهزر على التيشرت الجديدة مش ممكن أبداً تعلمنا كده مش ممكن أبداً تبني موضوع وتبني تحليل الموضوع بناء على تسريب أنا بقول لحضراتكم كل ما أصير من لغة ومن أخبار في الفترة الأخيرة على كتير من الموضوعات المنطبطة بنادي الأهلي غير حقيقة وغير دقيقة والأيام بيننا لكن فكرة أنك أنت تستقبل وأنا هنا بقى أكلم الجمهور فكرة أنك أنت تستقبل أنك تتشحن في حالة غضب أو في حالة يعني توطر أو حالة عدم رضا يا سيدي سميها حالة عدم رضا من قبل ما الموسم يبدأ أعتقد دي حاجة مش هتصب في مصلحتنا بأي حال من الأحوال وفي النهاية دي كورة وارد جدا على فكرة الأهلي مش استعد وجاب مدير فني وعمل صفقات وفرقتنا جاهزة وسكوادنا الحمد والله أنا بشوف سكواد الأهلي هو الأفضل على مستقبل أفريقي فيه صفقات تانية هتحصل فيه صفقات تانية بس من قبل الصفقات دي ما تحصل أنا بقول لك مين في مصر مين في مصر أو في أفريقيا عنده السكواد اللي موجود في نادي الأهلي فصصناها مرارا وتكرار أنت عندك ثلاث فرق تقدر تلعب بيهم ثلاث فرق تقدر تراحن عليهم وعندك بداية منطقية جدا خدت فيها فترة راحة اللعيبة كنتمحتاجها من ثلاث مواسم عندك فترة إعداد مع مدير فني محترم جدا عنده سيفي محترم قدم كورة كويسة جدا مع عندية ومع منتخبات في بطولات كبيرة مين في مصر مدير فني أجنبي لعب يورو لعب تشامبينز ليج درب في البوندز ليجا درب في سويسرا درب في النمسا مين مين في النادي غير النادي الأهلي في مصر عنده الغزارة العددية دي في كل مركز من المراكز ولسه ما زال الصفقات بقية احنا مش معنا كده ان احنا قفلنا باب الصفقات في صفقات هتتم دلاتي وفي صفقات تانية هتتم في يناير فحالة الشحن المستمرة دي لو استمر انا بشوف حقيقة انه ضغط جماهير النادي الاهلي الزايد عن الحد ممكن يكون عامل سلبي جدا واحنا في بداية الموسم واحنا مش محتاجين اذا كنا منتكلم كجمهور او كمشجين مش محتاجين في بداية الموسم غير كل الدعم والمساندة ودوا التجربة حقها جماعة انتوا ليه تصدروا احكام مسبقة يعني ليه في حالة ليه الصفقات قليلة وليه في مشاكل على التيشرت وليه الاهلي ما زعش المطشاط وليه 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 كل ده واحنا لسه نبتدناش نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المشوار فارجوكم خلوا دايما الكلمة دي قدام عينيكم واحنا في بداية الموسم كلامنا بقولوا ده في منتقى الأهمية للجمهور اللي بجد للجمهور اللي كان بيحدر في المدرجات والاهلي ما بيلعبش على البطولة ومريح الفرائي الاساسي بتاعته والجمهور بتشجع كأن الأهلي بينفس على اللقب هو ده جمهور دي الأهلي اللي أنا أعرفه وده جمهور الأهلي اللي يهمني وهو ده جمهور الأهلي اللي أنا بتكلم معاه